الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الناس إن الذي أنزل القرآن هو الله والذي خلقنا هو الله وهو أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا فمن ذلك رحمته سبحانه وتعالى بالنساء رحمته جل وعلا بالنساء في كتاب الله المنزل وعاشرهن بالمعروف في كتاب الله المنزل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في كتاب الله المنزل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فنقول للغرب الكافر إنكم ظلمتم المرأة ظلما كبيرا حملتموها ما لا تطيق حملتموها ما يتحمله الرجل القوي جعلتمو الزكرة كالأنثى وربكم قال وليس الزكرة كالأنثى جعلتموها تجنت في الجيش فتقوموا بمقام الرجل القوي البدين ظلمتمو النساء ظلمتمو النساء لما حملتموهن ما لم يتحملنه إن الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة وهو الرحيم بالعباد جميعهم سبحانه وتعالى كلف كلا بما يطيق وجعل للرجل قوامة على المرأة قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض الرجل قوي في جبلته حملتم أنتم المرأة ما يتحمله الرجل قوي قال وبما أنفقوا من أموالهم فجعل الرجل والذي ينفق على المرأة نكرمها وكرمها الله تقر في بيتها وزوجها يلزم بالإنفاق عليها هذا تكريم ربنا للمرأة تكريم رسولنا للمرأة قال الله للنساء النبي وقرن في بيوتكم يا أهل الغرب الكافر اعلموا أنكم تظلمون المرأة غية الظلم بتحميلها ما لا تطيق ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصالحات ماذا قال؟ قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله عشان المرأة الصالحة أنها قانتة مطيعة لله ثم مطيعة للزوج في مرضات الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى أباح للمرأة التي كرهت المعيشة مع زوجها ولم تعد تطيقه أن تختلع أباح الله لها ذلك قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به المرأة ناقصة عقل ودين والله انترك الأمر بيدها في كل شيء أضرت بنفسها أضرت بنفسها أضرت بأولادها يا أهل الإسلام ربكم أرحم بكم رجالا ونساء شبابا وشيوخا وأطفالا فإذا كنتم تثقون في ربكم وأحسبكم كذلك أهل الإسلام فانظروا إلى قول ربكم فيكم وفي نسائكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يأص الله ورسوله فقد ضل ضلالة مبينة إلى لقاء إن شاء الله في برامج تاتي لبيان حق المرأة العظيم الذي شرعاه الله لها في كتابه الكريم وبينه النبي الأمين في سنته عليه أفضل صلاة وتم تسليم ورسولنا أرسل رحمة للعالمين دخل في العالمين النساء دخل في العالمين الرجال بل حتى الحيوانات دخلت في العالمين هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر